يأفد مراسل واني نيوز في نينوا بأن وفد الأمني الرفيع وصل إلى قضاء مخمور قادما من العاصمة بغداد وذلك للتحقيق وكشف ملابسات حادثة تبادل إطلاق النار بين قوة من الجيش العراقي وقوات البشمرقة والتي أسفرت عن سقوط ضحايا من الطرفين وأشار إلى أن الوفد الأمني الذي وصل يضم ضباطا كبار لبدء التحقيق في أحداث الأحد بعد الاشتباك بين قوات الجيش والبشمرقة ما أدى إلى وقوع ضحايا وتسجيل إصابات بين الجانبين مضيفا أن الوفد سيعقد سلسلة من الاجتماعات المكثفة لبيان حيثيات ما حصل ورفع تقرير متكامل خلال 24 ساعة إلى مكتب القائد العام للقوات المسلحة محمد الشيعة السوداني